السلام عليكم جميعا واصعد الله مساءكم وصباحكم بكل خير واصعد الله وقاتكم جميعا في اول محاضرة من محاضرة CVS من منصة ميديكولوجي معكم دكتور احمد مطاوع رح نحكي اليوم عن الهيستولوجي بشكل عام مادة الهيستولوجي هتناول سيركولياتوري سيستم واليوم حيكون حكينا عن العضو الاعظم والاجمل والاروع في جسم الانسان وهو الهارت كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث انه الا وانا في الجسد مضغة اذا صلحت صلحت جسده كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب تمام طيب شو رح نحكي في هذه المحاضرة بشكل اساسي طبعا اسمحولي احكي لكم يعطيكم العافية اعلم ديولي الارأس جهودكم مباركة جهودكم سوف تثمر يوما ما اللي حس حاله انه مش مزبط هذا شعور قد تعت العلامة فعلا ما يكونش راضي عنها مية بالمية ولكن احنا ما مندرس عشان امتحان اليوم احنا مندرس عشان الامتحان لما تكون انت مداوم في المستشفى كطبيب زميل لنا مستقبل ان شاء الله تقدر تساعد مريض هذا اليوم اللي انت بتدرس عشانه ومش عشان الامتحان فقط يعني هاي حياة طويلة بالامتحانات لا تخلوا امتحان الارأس يوقفكم وممكن تكون اصلا مزبط وهذا فقط شعور وهذا ما سنكتشفه ومشاء الله بس تنزل علاماتكم بأعلى العلامات باذن الله تمام اليوم محاضرتنا راح تتناول الهيستولوجي سوري للهارت راح نعمل وانترودكشن للهارتشك العام للموسلز وما الى ذلك راح نحكي عن الهارت لايرز ورح نشرحها من الانسايد تو اوت اللي هم اندو مايو وإبي اللي هو اندوكارديام مايو كارديام والإبيكارديام وحبش تقناتهم الاشياء اللي حتكون معهم لايرزي السب اندوكارديام والبريكارديام واش جاي معها وما لا ذلك والمايو كارديام وشو انواحهم ومقارنتها مع السكليتر الموسلز تمام والدفرنس بتوين the types of muscles اللي هم السكليتر وفزيرل وهارت كارديك موسل والمهم تعرفوا من هاي المحاضرة انو this heart اه so it's different عن باقي اه الاشياء داخل كل الجسم تمام مبلش بانترودكشن خفيفة ورفيجن احنا بالنسبة ل cvs system هو اللي هو circulatory system وباره عن مايو جوب له اه to transport انو ينقول لي واكسجينج طبعا النيوتريشن والجازز والهورمونز والبادي فلويدز والهيت والويس ماتيريالز الاستخدام ten by body باستخدام البلد تمام وهم كون من ثرح الشغلات الاولى اللي هو المضخة تبعتنا واللي هي الهارت تمام واللي هي بتضخ الدم داخل الجسم عن طريق الفيزيلز تمديدات تبعتنا تمام فالقلب هون مضخة والتمديدات تبعتنا اللي هي الفيزيلز تمام اللي داخل هذه الفيزيلز هو جزء الثاني من الكمبوننط اللي هو الفلويد سواء بلد او هيموليدز لمف تمام والماتيريال اللي بتونقولها بالاضافة للفيزلز نفسهم اللي هم التمديدات تابعتنا فانا عندي المضخة عندي التمديدات وعندي اللي بيمشي جوه هاي التمديدات تمام طيب الكاردو فاسكولي سيستم باسكلي كلوز سيستم تمام والبلد سيركوليت عندي با عن طريق بلاد فيزلز وبنضخة عن طريق القلب وحكينا عنا تو سيركوليشن في بالموناري سيركوليشن في سيستيماتيك سيركوليشن من القلب إلى الرئة وعودة إلى القلب ومن القلب إلى الجسم وعودة إلى القلب تمام طيب هاي البالموناري بتبلش من بشكل اساسي 아니라 نberد الارتري اللي بيودي للبالموناري ارتري بروح بعمل الحيث اللي بنعرف عن الجازز اللي اخضناه بالرسخ من ال gleichen الهارت عن طريق البالموناراري بفوت على ال ليفت آتريم تمام وبيكمي من ليفت آتريم للجسم فمن ليفت فينتريكل بروع على الأورطة من الأورطة للأرطريز للأرطريولز كابلاريز فينيولز فينز وفيناكافا وبرجع للرائت آتريم تمام عندي عدة سيركوليشي سيستماتيك عندي السيريبرال اللي هي للبرين الكورونيري اللي بتغذي أصلا ميكارديوم ويهارت اللي راح نحكي عنهم اليوم الهيباتيك الليبر والإنتستينز والفيتال سيركوليشن هاي بتكون بالفيميلز لما يكونوا حامل بطفل تمام طيب هون بلشنا محاضرتنا بشكل أساسي بسم الله نبدأ طيب الهارت عنا فهو المضخة ومكون من إيش من موسيلز بشكل أساسي تمام ووظيفتها تدخل الدم بهاي بريشور أرون دا بادي ثروة البلد فيزيلز ثروة البلد فيزيلز تمام ثروة البلد فيزيلز طيب الهارت مقسم إلى ثلاث طبقات رئيسيات إي الأولى إندوكارديام إحنا شرحت الدكتورة من جوة لبرة فإندوكارديام أول إي مايوكارديام الإم إبيكارديام الإيثانية فهم اختصارهم إمي إندوكارديام مايوكارديام إبيكارديام طيب ثانيا التونيكا انتما الاندوكارديام ايه الاندوكارديام المايوكارديام الفئير الميديو الاندمية El Aaron هاي عندي هستولوجيكال سيكشن طبعا عشان نتخيل الأمور طلعوا من جوة في عند الاندوكارديوم هايها بعدين هاي كلها الماسكولر بارت اللي هي مايوكارديوم بعدين اللي بيغطي المايوكارديوم هو ايش اسمه ايبيكارديوم طبعا يقسم إلى قسمين رح نيجي نحكي عنهم وراح يعطينا البركارديوم تمام طيب الهو 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 رح نيجي نحكي عنهم سوري طيب هستولوجيكالي عندي الاندوكارديوم طلعوا كيف شكلها ومن إيش مكونة طبعا الاندوكارديوم من سكويمس سلبيثيليوم تمام سوري سيمبل سكويمس إبيثيليوم تمام المايوكارديوم عبارة عن موسيلز وراح نيجي نحكي فروقات عن thuskeletal muscles والفسراء للموسيلز تمام والإبيكارديوم منرجع ونحكي هي عبارة عن إبيثيليوم فالاندوكارديوم اندوثيليوم المايوكارديوم والإبيكارديوم هو إبيثيليوم الإندوكارديوم هم عبارة عن ولكن الفرق بواحدة لجوة وواحدة لبرا أول واحدة هي الإندوكارديوم الإندوكارديوم هي طبقة داخلية من إيش بتتكون هي مكونة من الإندوثيليوم وحكينا الاندوثيليم هي عبارة عن simple squamous شو صفاتها very thin ما فيها blood vessels no blood vessels واحد مكوناتها والاشي اللي بتسوينا هي القلب مكونا من 4 champers الو 4 حجرات ال 2 atrium وال 2 ventricles اللي بيوصل بين ال atrium وال ventricles وبين ال ventricles وال other blood vessels زي الاورتة وزي ال pulmonary artery ايش همه هم الفالفز هدول هم الصممات اللي بتفتحوا بتسكر هدول الصممات اصلا جزء من ال endocardium فاذا ايجا انا سؤال في الامتحان الفالفز من ايش مكونا من ال endocardium شو اللي بيثيليم عليها endothelium شو يعني simple squamous تمام ومع حبيز اللامنة تمام اللي هي طبقة داعمة تحتها تمام وين ريستنج ان ثلية off connective tissue فتحت شايفين هون هاي 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 هيك هاي هي سبحان الخالق ال endocardium تمام وتحتها في connective tissue layer تمام طيب ايش اسمها هاي اللي كنت تفتشوا اسمها sub endocardium ما تحت ال endocardium طبقة connective tissue تحت ال endocardium شو بيكون اسمها sub endocardium تمام تمام وهي عبارة على layer of loose connective tissue شو يعني lose يعني مش dense مش كثيفة lose خفيفة تمام طيب وين موجودة بين ال endocardium وال myocardium فمعناته احنا منحكي من جوة لبرة عندي هسا ال endocardium يجي وراها sub endocardium رح يجي وراهم ال myocardium طيب شو وظيفتها هاي sub endocardium مش حكينا احنا ال endothelium ما فيها blood vessels معناته من وين بقى عم تتغذى عم تتغذى من ال blood vessels اللي وين موجودين sub endocardium فال sub endocardium يعبارة عن loose connective tissue layer وظيفتها تدعم ال endocardium فبيكون جواتها نيرفس بيكون جواتها ال blood vessels وبيكون جواتها من اهم الاشياء اللي رح نحكي عنها اليوم وهي ال conducting system النظام اللي نحكي التواصل داخل ال heart اللي بخليه تحكم في موضوع ال contraction شايفينها هاي هاي هي ال conducting system وين موجودها بيكون داخل sub endocardium بس ما رح رح نشرحه رح نشرحه شوية لقدام ونحكي عن الميوكارديام اللي ارتباطه فيه تمام فمعناها sub endocardium loose connective tissue عم تدعم ال endocardium اللي هي اصلا thin layer ما فيها blood vessels فاجأ ال sub endocardium وكان فيه nerve وال blood vessels وال branch of conducting system تمام طيب احد اجزاء ال endocardium ايش حكينا valves تمام فال valves are considered part of endocardium طيب ال valves عبارة عن endocardium وحواليه ممسوك بring طلعوا في ring حواليه شايفينوا هذا الرنج هذا الرنج عبارة عن fibros سكيليتون تمام هذا ال fibros سكيليتون من ايش دنس رقزه دنس fibros connective tissue دنس فيبر fibros connective تمام وين وين حواليه حواليه orifices of the heart valve يعني الصممات جاي على فتحات حولين هاي الفتحات على الداير زي ما بسموها هي عبارة عن rings تمام بتكون ماسكة فيها الفالف طلعوا كيف ماسكة فيها هون ماسكة فيهم طيب هذول ال fibros rings are interconnected by connective tissue يعني فيما بينهم فيد بيناتهم connective tissue شو هذا connective tissue اسمه trigon طلا هاي المثلث شايفين الثلاثي هو بيكون شكله زي هيك هي مثلث هيك سوري على الرسمة هيك تمام فهذا موجود بالنص فأنا عندي valves مشبوكة برنج حواليها عبارة عن fibros skeleton عبارة عن fibros connective tissue هذول connective tissue مشبوكين بين بعضهم وبرجعوا لوتد اسمه trigon شو اسمه trigons تمام بعمل structural support for the heart on which the valvular leaflet and cardiac muscle fibers are anchored فيعني مزرعين وهذا الوتد بيثبت لي مين بيثبت لي واحد الفالف اثنين cardic muscle fiber فاذا جاء نسؤال في الامتحان وين في insertion وين insertion لل valves رح نحكي له trigon وين في insertion ل cardic muscle fibers رح نحكي له trigon تمام نحكي 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 الاندوثيليم وهي اندوثيليم طب بتقول لي كيف هذا بقول لك الفالف عبارة عن اندوثيليم سحب حاله ولف حوال ايه عمل fold فعشان هي اندوثيليم باندوثيليم تمام وهون عندي supporting connective tissue تمام طيب وصلنا للجزء الثاني من محاضرتنا وهو الجزء الbulكي الاساسي وحكينا عن cardiac muscle احنا منعرف انه الهارت بشكل اساسي هو عضلة وهي هاي العضلة اللي مغلبيتنا كلنا واللي متعبيتنا كلنا واللي جايبيتنا بحوض صنعنا يعني لولا هالشوية المسلز المبادلين في الحياة وللأمور كلها سهلك طيب شوف فرق الكارديك muscle عن باقي انواع المسلز يعني انت لو تيجي تحكي لها واحد والله حركت العضلة تبعتي عضلاتي اول شي هي خطر انهم skeletal muscles تمام ولكن احنا عندنا غير skeletal muscles في smooth muscles وعندي cardiac muscles شو الفرقات ما بينهم skeletal muscles طلعوا انتوا تطلعوا دام تعود طلعوا على الشكل واحفظوا قارن يعني ما تحفظوا بس كلام بدون ما تكون متخيلين تمام طيب skeletal muscles له fibers زي زي غيره ولكن دول fibers striated فيها خطوط طلعوا شايفين هاي الخطوط الحزوز هاي حز محزز striated بالبلد العمية محزز تمام فيها خطوط وتوبيولر تمام ومالتين يوكليات تطلعوا كم يوكليس تطلعوا كم يوكليس تطلعوا كم يوكليس بينما تعال اطلع انا على cardiac muscle فيها fiber فيها striation ها شايف الخطوط الرفيعة خطوط خطوط هاي خطوط خطوط فيها striated بل بس هل هي زي skeletal muscle لا فوصفها feint striated وصفتها الدكتورة feint يعني كيف نحياني feint تغفر الله العظيم يعني هي كفاهي striation تبعها فاهي feint تمام سطحي طيب tubular جاي بشكل واحد زي كأنها سطواني واحدة بينما هنا branched زي كأنها جذع شجرة طلعوا طلعوا مثلا هاي وهاي برجعوا وصيروا واحدة أصلا هم واحدة وتفرقوا فهي branched بترجعوا بتشبك واحدة من هون بترجعوا بتشبك واحدة من هون تمام branched تمام ويوني nucleated شو يعني يعني كل muscle fiber واحدة ما نيوكلياس واحدة خلص بينما skeletal muscle شو كانت كانت ملت nucleated بينما هون لا كل section له nucleus كل section له nucleus خلص بأدب واحترام طيب الصفة الثانية انه voluntary يعني انما اطبلت ع الطاولة انا اخترت اطبل ع الطاولة بس هسه بقدر اقول لكم واقف القلب تبعكم ما حدا بقدر يزيد نبضات وحدا يقل النبضات فهو involuntary تمام طيب المسل يجب على العظم بينما المسل يجب الوال من المسل مش موجود غير حوالين الوال تمام طيب هم مكون اساسي اصلا للهارت بشكل سريع smooth muscles non strated يعني فرق عنهم اصلا هذول اصلا strated و non strated وبدل ما هي لا tubular ولا branch ل spindal shape طلع هيك تكون شكلها هيك spindal shape مثلا تمام و unicrucated involuntary زي heart usually covering wall of internal organs طيب نحكي بديتيلز عن الميوكارديوم بسم الله الميوكارديوم عبارة عن muscle fibers تمام تذكروا شو عن muscle fibers يعني actin شابك مع mayusine عامل للfiber وبصير contraction فبيمشي actin على mayusine تمام طيب muscle fiber ولكن arranged بايش spiral طلع شو يعني spiral طلع حلزوني مائل طلعوا كيف spiral shape تمام s طلع زي كان حرف s spiral زي كان حرف s تمام around the chompers of the heart طيب زي أي muscle بدي يكون لها insertion وال insertion تبعها inserted dense fibrous connective tissue dense fibrous connective tissue dense fibrous وين مرتبط مع الكلمة لما حكيت عن trigon trigon هو dense fibrous connective tissue مش حكينا بنعمل عليه insertion من جزء n o الاول هو valve والثاني هو muscle fibers المسل fiber بليف بعمل insertion وين بال trigon تمام هاي trigon هي كيف يكون طيب طيب يعني فكرة زي الاستواني ولكن مش دائري لا مثلث تمام طيب الكارديك muscle fibers حكينا insertion الى trigon اجينا ندرسها كهيستولوجي وهو المطلوب مننا في هاي المحاضرة نيجي بنحطها اول اشي على light microscope اللي هو احنا بنعرف دقته اقل من الالكتروميكروسكوب شو شافوا لما حطوها اجوا تطلعوا تلاقوا والله عمي هاي السكيلة المسل والمسل fiber اكثر من السوري الكارديك مسل اكثر من السكيلة المسل لما اطلعنا عليها يعني الواقع بالسكيلة المسل بهذا الطول بينما السكيلة المسل بالهارد مثلا بهذا الطول فهي shorter تمام وعطت short cylindrical shape عادي استواني هيك شكلها انسول try هون هيك شكلها بس short استواني بس قصير زي البطاريات تمام و branched حكيين انا branched تيجي تقول انت بدك تحفظ نا بس كلام بدك تفرج على الصور بقول لك من عيوني احلى صور طلع هاي واحد shorter هي طلعوا section يعني طلع هون section لهون هذا section قصير مش زي الماسك طيب short cylindrical فهي استوانية يعني لو تطلع عليها cross section تلاقي استوانية طيب هنغير اللون استوانية تمام طيب تيجي تقول و branched طلعوا هاي مش branched لناس هاي حرام عليكم هاي branched طلعوا branched 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 هاي كلها هاي branched طلع branch تمام زي خصون الشجر تمام طيب و faint straighted شو حكين عنها faint وصفات الدكتور عنها faint يعني صح يمخطط بس يا اخي خطوط هيك نعومين و يعني خفاف تمام فهي fint striated مش زي skeletal muscles تمام وهاز one nucleus in the center طلعوا هاي واحدة فيها كم nucleus واحدة وين جاي تقريبا بالنص تمام اعملوا اي واحدة بتلاقيها union nucleated بيقول لك في اشي اسمه intercalated discs هدول ال intercalated discs لما حطينا تحت light microscope شفنا اشي اسمه intercalated disc وين هم شايفين السهم هان يعني هاي يبدأ محيل كود الرسمة عشان تشوف شايفين السهم الازرق هاد عبارة ال intercalated disc بين كل مصل وفايبر ومصل فايبر ثانية في خط هذا الخط هو intercalated disc حتيجي تقولي شو هذا ال intercalated disc بقول لك هذا السؤال اللي تسألو العلماء قال لك طبعا انا ما شفتش بال light microscope intercalated شو جوات هذا ال intercalated discs فراح وحطوها تحت ال electron microscope اللي هو الادق ايجوا لما تطلعوا عليها قال لك يا عمي اه احنا شوفنا بال light microscope انها وانها برانش بس ميتو كونديريا فتطلعوا شايفين اللون ها أزرق البلو هايها رقم واحد للأشرط اللي عليها هاي عبارة عن ميتو كونديريا طبعا احنا بنعرف ان ميتو كونديريا شو هضيفتها انها تعطي طاقة هاي يعني صف سادس احياء لا احياء ما كانش على صف السادس علوم تمام الميتو كونديريا اللون ها أزرق هاي كثيرة ريتش تيجي تقول ما هو منطقي هذا الهارت طاق طاق نازل نبط نبط في الوضع الطبيعي نقع بضخ دم عشان تعيش تيجي حضرتك بتقرر على سنة ثالثة تترك الميتولات وتحرك مشاعرك وتحب قل لك ياهني وانا ناقصك اصلا يعني انا اصلا بضخ كل شوي كمان بدك تجيب لي تككارديا وسير عندي انكريز بالهارت ريت وانا ناقصك يابلي الحلال يا زلمة يعني خلاص بس بدنا نضخ دم هالسنة ثالثة وعلى سنة رابعة علي قروبات الامور العادية بس سنة ثالثة بدنا نركز بالمحاضرات تمام لانها اصلا وهي ريتش بالميتو كونديريا عشان يلحق على انه الهارت ما بوقف سبحان الخالق فايش ما بوقف بظل ينبض بده طاقة كثير بده طاقة كثير معناه بده يكون اندوريتش ميتو كونديريا تمام طيب حكينا احنا شفنا الانتركالات باللايت مايكروسكوب بس احنا ما شفناها بس ما شفنا الديتيل سبعتها قل لك لما حطناها اندر الالكترو مايكروسكوب ولا لقين هاي الانتركالات الديسك اللي همقشر عليها رقم اثنين هي لها two parts الpart الاول اسمه transverse part والpart الثاني اسمه lateral part الـ transverse part هاي شايفينو هان ثواني شايفينو هان هذا الـ transverse part قل لك يا عمي هالـ transverse part يكون من جزئين ايش اسمه زونيولا واش اسمه زومز وهاز سرح اشرحهم بالتفصيل عاملين وصلة بين المسل فايبرز وشابكين فيها تمام إيش وظيفتها؟ إنه لما المسل فايبرز تشدوا تشدوا فلما يصير كونتراكشن ويمتدوا كونتراكشن إحنا نعرف بمد العضلة صح لما يمتدوا ما تتقطع ما تفصل عن بعضها هذه وظيفة الانتركلات وشرح الفايبرز بعد شكل أساسي الدسموزوم من التراكشف ولقوا الدورز التي المسلس هي المسلس هي كلترال لإلها شايفينه ها الخطوط الأحياء بالعرض دول الخطوط الأحياء لقوا هذه الشفات عبارة عن فتحات اسمهم نيكسس وظيفتهم تنقل المبالسس تنقل المبالسس السيالات العصبية تمام عن طريق انها تنقل ايونيك وتحفظ عن ايونيك كنتينيوتي بتوين اججيسنت مايوسايتس يعني هي عبارة عن فتحات يمشي فيها الايونس عشان يعمل لي الكتريكال كوميونيكيشن الايونيكتريكال كوميونيكيشن بين الكارديك موسيل سيلز ليش انا عارف انه فيه امبالسس راح تيجي تحكي للعضلة كنتراكت فمن وين حتفوت بين الموسيلز مدام احنا مسكرين راح تفوت عن طريق اللاتيرال بارد وفتها انتركاليت الديسك اللي هم القاب جنكشن اللي هم نيكسس قالوا والله احنا منطلع على الايكترو مايكروسكوب يخلقينا اشي لجوة جوة هاسها وفرجيك صورة له اسمهم تيتو بيولز ولقينا الساكرو بلازمي كريتيكولم اي اشي في عندي بلازمي كريتيكولم ولكن لانه اسم بالمسل اسمه ساركو بلازمي كريتيكولم تمام الانتو بلازمي كريتيكولم بالوضع الطبيعي جواته كالسيوم عشان يساعد الكونتراكشن بالعضلة هاي عضلة بدها تصرف كالسيوم كثير فهو مش ملحق فمقارنته مع اسكليت المسل الكالسيوم اقل بالكارديك مسل من السكليت المسل تمام فالبديل انا انه عندي تيتو بيولز تروح تجيب لي كالسيوم من بره تستوردلي من بلاد بره تمام وبرضه لقوا انه فيه غلايكوجين ولبيد وبيجمنت فبهم لتكونوا عارفين شو مكونات الميكاردي اندر مايكروسكوب وايلكترو مايكروسكوب طيب نحكي بتفصيل عن تركاليت الدسك حكينا هو جزئين ترانسفيرس ولترال الترانسفيرس له جزئين زونيولا وهي عبارة عن فاشية وأدهيرانت لإيش للأكتين فيلمينت طلعوا هاي شايفين هاي الجزء هاي طلعوا هاي الانتركاليت الدسك هذا الجزء اسم زونيولا تمام زونيولا مع مين شابك؟ مع الأكتين فيلمينت وعند الجزء الثاني هو الدسموسومس اللي هي ماكيو الأدهيرانت لمين أدهيرانت؟ للدنس بليكس شايفين هاي هاي عبارة عن إنها الماكيو الأدهيرانت الدسموسومس شابكة بيدنس بليكس وعند اللترال هيها طلعوا اللترال إنها ماشي مع خطوط المسل وضفتها زي الخنادق طبعا تخوان المجاهدين تنقل الإمبالسز تمام؟ اسمه قاب جونكشن تمام؟ طب حكينا شوفنا تحت المايكروسكوب إيش اسمه؟ تيتو بيولز وساكرو بلاسمك ريتيكولا حكينا إنه الساكرو بلاسمك ريتيكولا وضيفته تستور الكالسيوم هون ليس ذان سكيلتل مش قادر يخزين ليش؟ تطلعوا معي هاي السكيلتل وهاي الكارديك لما رب العالمين خلقنا تكونت السكيلتل المسل تطلعوا قديش في فايبر بينها شايفين هذا الأصفر هاي التيتو بيولز تمام؟ سوري الأزرق هذول التيتو بيولز وشايفين الشبكة اللي بينهم هاي اندو بلاسمك ريتيكولا طيب شايفين التو بيولز عندي توتو بيولز وعندي شايفين قديش الساكرو بلاسمك ريتيكولا مديفلوبت طلعوا هنا معقدة ومشبكة وفيها مليون قطعة فلأنها كومبليكس ومتطورة ومور ديفالوبت خلاص فولي ديفالوبت قادرت تسد حوائج السكيلتل المسل من الكالسيوم ولكن طلعوا بالهارت تطلعوا كيف مش لسه هيك زيك انها مش مشبكة كفاية وموسعة ويعني يا دوب عم تعطي مش زي هون فبالسكيلتل المسل ساكرو اسمها اسمها سوري ساركو بلاسمك ريتيكولا الكالسيوم اللي فيها مش كافي فانا شو الحل عندي فهي نتو بيولوبت فعشان هيك الكالسيوم مش كافي وطلعش هي طلع كيف شكلها الريجولر ونرو ونو تيرميل سستريني والارنجمنت اسنون از دايات تمام بينما تطلع هون طلع الارنجمنت هون في كم تيوب ثلاثة فاسمها ترياد تمام هون ترياد بينما هون ايش عندي ثنتين فاسمها دايات تمام طيب هون دايات بينما بالهارت ترياد تمام طيب طيب وظيفتها تستور الكالسيوم فاذا اجي سؤال بالامتحان شو وين الكالسيوم بسطوريج بالساركو بلاسما كريتوكولوم تمام طيب رب العالمين دايما بيخلق الاشي بعوضنا عنه تيتو بيولز وظيفتها مدام الكالسيوم مش مكفيك من الساركو بلاسما كريتوكولوم انا بجيب لك كالسيوم من برا فعندي تيتو بيولز اكبر ليش لاني انا عم بضخ اشي من من برا اكثر فطبيعي يكون لارجر ذا ذا سكيلتر المسل تمام فصفتها ديب طلعوا ديب وايد وين شابكة هون طلعوا وين شابكة هون عند الاي بانت والES الاي بانت بتوين الاي و الاي بانت بينما عندي هون عند الزيد لاين حفظوها زي هيك Add the Z لاين تمام فبل سكيلتة المسل شابكة عند الاي بينما بالمس vocabulary بالmass بالمسل شابكة عند الزيد لاين تمام وين موضوع 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 مرسور كالسيوم تمام؟ فأنا بهمني تعرف ان الكالسيوم اقل بالكارديك مسل ليش لانه هي نتوالدفالوبت زي السكيليت المسل هاي الساركو بلازما كريتيكولا ولانها ليش مشوالدفالوبت كيف عرفت؟ لانها ارغولر ونروا وما في تيرميل سترين تمام فحاملية الستركشور بينما بالسكليتر المسل هو ترياد طيب فرب العالمين عشان يعوضنا خلانا للتيتوبيولز الموجود عندنا واحد انه اكبر لارجر ووايدر لان السكليتر المسل عشان نجيب للكاسيوم من بره وبدل ما هو شابك بين الاي والاي باند لا جاي عند الزيد لاين تمام ومعطيني وان تيتوبيول مش تو فهو زي السكليتر المسل تمام طيب الكارديك مسل تمام احنا بنحكي عن كارديك مسل بس الهم ثلاث كتائب نعتبرهم ثلاث كتائب تمام الكتيبة الاولى هي كتيبة المشارع عاديين تمام وهم الكنتراكتايل مسل يعني ايش تواقم المسل هم الجنود العاديين اللي باهم على الكنتراكشن تمام تمام الكتيبة الثانية هي كتيبة اندوكراين سكريتنك اي ان اف داخل المسلز في جزء منهم كتيبة مصنفة كتيبة الاندوكراين هذول مش ما بيشتغلوا زي كتيبة المشارع العادية اللي بتطلعوا بالطخطخ هاي وظيفتهم يرموا الان اف على العدو تمام زي كيف ياسين قذائف ياسين تمام ايش اللي قذائف ياسين انه هون الان اف فهم كتيبة مطورة اسمها موديفايد كارديك موسيل وهم موجودة متموقعة في الرايت ااتريم في شمال غزة تبعتنا في الرايت ااتريم تمام طيب في عندي كتيبة ثالثة اللي هم الكتاء الكتيبة اللي لها فرق مختلف عن باقي الحروب اللي كتيبة السيستم كتيبة الهكرز كتيبة السابرنت سيكوريتي اللي بيشتغلوا على الامبالسز تمام اللي بيبعثوا الرسائل اللي بيبعثوا الكونيكشن اللي بيروحوا بيخترقوا السيستم تمام فهم بيعتمدوا ايش على الكهرباء على الامبالسز طيب اللي هي المايوكارديوم أو كوندكشن سيستم اللي حكينا عنها اول محاضرة وحكينا هي سب اندوكارديال تحت الاندوكارديوم جاية بين الاندوكارديوم والمايوكارديوم موجودة هاي الكتيبة تمام عادة موجودة اكثر بالفنتريكلز او مين اللي بالفنتريكلز تمام كيف السيستم تبعها في عندي سا نود هي اول وحدة تستقبل من الدماغ عشان هي عبارة طبعا استقبالها داخلي سا نود عبارة عن جنكشن تمام موجودة بالسوبيريا فين كذا بحكي بنقول عن طريق الرايت آتريا تمام وبحكي يا جماعة الخير يلا أنبط فبعط الرايت آتريا اسم الثاني لها بسمايكر طيب طيب الاسا نود انشيات ان امبالس بمشي جو المسل الفايبرز تابعون الأتريا تمام على طول الانتر نود الانتر الانتر نود عبارة عن تمام فوم دا كوميوكيشن بتوين الاس اي وال اي نود طيب وحسا رح نيجي نحكي عنها وهي طبعا رح تشرح بالتفصيل في مادة الفيسيولوجي طيب الاس اي نود ات الكتريكلي كونيكت بين مين بين الاتريام وال انا عندي المقر الثاني تبعي بين الاتريام وال اول عندي السوبيري رفينكافا اللي هو الاس اي نود الثاني اللي هي اي نود من اسمها اتريو فينتريكولر اتريو فينتريكولر وين بدي يكون بين الاتريام والفنتريكول تمام مجرد ما وصلتني الرسالة من الاس اي نود رح احاول اني انا اكمل هاي الرسالة من ال اي نود ووصلها بخلاء داخل الفايبرس سكيلة اللي حكينا عنه لل تمام عن طريق اول اشي في اشي اسم بندل اف هس يعني هاي انا عندي هون الاس اي نود عندي هون الاس اي نود بعدين بيطلع منها بندل اف هس بعدين هاي البندل اف هس بتتفرق تمام على الهارت رح يروح الرايت ولا وليفت بندل برانش تمام ورح يوصل لبركنجي فيبرس تمام ويعمل السيميوليش لبركنجي فيبرس وصير في كونتراكشن بالفنتركل طيب يلا نشرح الصور عشان نثبت المعلومة طيب انا عندي الاس اي نود هايها عند سوبيرير فيني كابا هاي الاس اي نود بتروح بتوديلي امبلس من تحت الارض تمام بتوديلي امبلس ثرو الاتريم لما بيعملكون تراكشو بيوصلوا لل اي في نود ال اي في نود عنده اشي اسمه اي في بندل اللي هي بندل اف هس بتروح بتودي اول عن طريق الخط الاول للرايت وعن طريق الخط الثاني للليفت ايش اسمه هذول اسمه بندل برانش بوصلوا عند اشي اسمه بيركنجي فايبرز هذول البركنجي فايبرز موجودين وين موجودين بالسب بس بالسب اندوكاردي اندوكاردي تمام السب اندوكاردي الفارت فوق المسل العطول تمام واسا رح نجي نحكم يعني هاي الاندوكاردي رح توصل لهون هاي تحت الاندوكاردي عطول البركنجي فايبرز تمام طيب ورح سيصير الكنتراكشن طلعوا من ناحة استولوجي هذا اللي بهمنا طيب شايفين هاي هاي عبارة عن بيركنجي فايبر طيب بتيجي بتقول لي شو هاي البركنجي فايبرز طلعوا وين هي طلعوا هاي الاندوكاردي تحت الاندوكاردي في بيركنجي فايبرز وين هذا الاندوكاردي يعني اذا جاك هذا السكشف الاندحان وقال لك اي بارت من الهارت هاي بتحكي عنه الفنتر كلها تمام وبعدين بيجي المايوكاردي طيب طلعوا الفرق ما بينها وبين المايوكاردي طلعوا صفاتها اولا طلع الفايبرز هاي فايبر وهاي فايبر طلع مقارن بالمسل فايبرز كيف واحد هي شورتر تمام هي شورتر تمام ثانيا لارجر طلعوا اكبر صح انها شورتر بس اكبر طلعوا كيف ليش اكبر لانها كمز كمز اقل اشي بتكون توفايبر واكثر تمام طيب اللون مين اغمق المايوكاردي مولا البركنج المايوكاردي معناته هاي لايتر انده كالر وطلع هاي هون كمان هاي هاي عبارة عن اندوكاردي وهاي مايوكاردي هون طلعوا هاي افتح باللون ليش واحد المايوفايبرل لها بس بالبرفري بارت هاي هدول هدول اللي فيهم مايوفايبرل وثانيا لما انا بعمل وهي فل اوف كلايكوجين وانا بعمل البربيريشن لها الكلايكوجين واللي بتز بذوبه فبتركوا لي اياها فاضيين شوي فبتصير لونها افاهي افهة من المايوكاردي فهي لايتر انكالر تمام و وعندها وان او او نيوكليس يعني كل فايبر في واحد او او نيوكليس تمام هاي فرقاتها عن النورمال مايوكاردي هيحكينا اللي حكينا طلعوا وموجودة سب اندوكاردي تمام مين لوين انر ذنتري كولر يعني اذا اجا اكسوا في امتحان و كتبت انه او حطيت دائر على انه موجود بالاتريم بنفخك تمام طيب انر ذنتري الوال of the heart just beneath the endocardium just beneath the endocardium تحت الendocardium يعني لهذا ايش احنا سرنا حكيين عندي endocardium بعد الendocardium عندي في كل مكان عندي sub endocardial branch أو sub endocardium layer وتحت بيجي المايو card sub endocardial layer بال ventricles جوا بيركن جي فايبرز مش تفهم انه ما في sub endocardium layer بكل الا بال ventricles لا في كل الهارت في عندي sub endocardium ولكن بال ventricles هاي sub endocardium بيجي جواها بيركن جي فايبرز تمام طيب فهون عندي endocardium بيركن جي فايبرز بعدين المايو كارديم أو سوري اللي sub endocardium جواها بيركن جي فايبرز تمام طيب البركن الزنجي فايبرز ايش حكينا عنها shorter larger وبيل shorter than المايو كارديم واكبر منها وحكي ليش لما تيجي بمجموعات وبيل حكينا لانها في جواها غلايكو جوني لبيد وهي غلايكو جوني لبيد بنمح مع البربيريشن وثانيا المايو فايبرز جايين على الاطراف عشان هيك هي دنس على الاطراف وفاهية من جوه طيب present in group 2 or more عشان يكبر حكينا larger they are often binucleated تمام binucleated يعني ممكن يكون في 2 nucleos ب 1 fiber حكينا larger than كاردي مايو سايت with fewer مايو فايبرز at the بريفري and يعني أقل مايو فايبرز وهذور المايو فايبرز موجودين بالبرفري تمام add many mitocondria تمام طيب بريفري 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 موجودين المايو فايبرز عشان هيك في فرق اللون هاي الشرات اللي أنا شرحت ها بالسلاة الماضي ليش في فرق لون ليش بيل لأن لما تاخذ الستين مين بدي ياخذ الستين مايو فايبرز فهي أقل مايو فايبرز وأصلا متوزع في الأطراف فلهيك السنتر تبعها بيل تمام وفيها غلايكوجين فمجرد ما عملت بريفري هاذ غلايكوجين بيختفي فبتصير بيل تمام وما فيها تيتبيول ولا فيها انتركاليت ديسك تمام احفظ الفروقات ما بين هم تمام طيب شو الفنكشن they conduct cardiac potentials تمام more quickly than any other cells in the heart يعني ايش ميزك بيركنجي فايبر انها اسرع نوع فايبر اسرع نوع مصل في الهارد بتوصل الكهرباء لهيك هي عبارة عن part of conducting system تمام فالكاردك اكتشين potential لها more quickly تمام يعني اعتبروها هي زين فايبر وباب المصل هم التوصيل العادي للانترنت تمام طيب وصلنا هسا الى اخر جزء من الاساسيات واخر جزء من محاضرتنا لليوم بشكل اساسي تمام وهو البري كارديم البري كارديم اللي حكينا اندو سوري ايبي كارديم بري كارديم هو ايبي كارديم تمام شو يعني يعني احنا هسا من جول برا عندي الاندو كارديم صح تمام اندو كارديم بعدين مايو كارديم بعدين حكينا عندي الابي كارديم او البري كارديم هي عبارة عن اوتر كوري تمام جاي دبل ساك يعني لما احنا شرحت لكم الابي ديميو في مديول الار اس وحكينا كيف صارت البلورا هو عبارة عن الهارت فات جوا باللون وصار له طبقتين طبقة ملزقة بالهارت نفسه وطبقة بالاشياء اللي حواليه بالبعيدة يعني طبقة ملزقة فيه فراغ طبقة ثانية طبقة ملزقة فيه اسمها فيزيرال بريكارديم تمام والطبقة اللي ابعد اسمها بريكارديم زي البلورا تمام بيناتهم في منيما اماوت فلود عشان الهارت بتحرك يساعده على الحركة زي كأنه لابريكانت تمام طيب من ايش مكونة هاي البيريكارديم اللي هي ميزوثيليم يعني حكينا احنا الاندوكارديم هي اندوثيليم وال ابيكارديم او البيريكارديم هي ميزوثيليم من ايش سيمبرسكويمس ابيثيليم برضو حكينا طيب حكينا جزئين فيها فيزيرال بريكارديم وفيها برايتر البيريكارديم هذا البيريكارديم هو اللاير اللي موجود حوالين الهارت وهو اسمه الابيكارديم تمام بينما وهي وظيفته بروتكت بروتكتف لاير تمام يعني عندي بريكارديم عنده ميزوثيليم سيلز عملتلي البيريكارديم البيريكارديم يقسم الى قسمين فيزيرال اوبرايتر هذا الفيزيرال هو الابيكارديم اللي مع ثلاث طبقات والبرايتل لاير هي برايتل بريكارديم هي الاوتر من بني تمام طيب الابيكارديم اللي هو الفيزيرال لاير هو عبارة عن الاوتر لاير اوبرايتر تمام يعني احنا عنا البيريكارديم انقسم لنا قسمين فيزيرال ولاقو برايتل الفيزيرال منه اسمه ايبيكارديم وهو يغلف الهارت من برا تمام فهو الاوتر لير من برا شو من ايش مكون مكون من ميزو الابيكارديم تحت لاير بريكارديام وفيه انر بريكارديام اللي هو ايش تحت الانر بريكارديام في عندي كونكتف تيشول شو جواتها زي الكنكتف تيشول تحت الاندوكارديام فيها نيرفز وفيها بلد فيزلز ولكن المهم هون نتذكر مين انه البلد فيزلز اللي عم بحكي مع عنهم اللي هي الكورونري آر تريز يعني اللي عملت لنا نص مشاكل الدنيا اللي لما تسكر رح تعمل المصيب لا سمح الله تمام فالكورونري آر تري موجود يوين بال كونكتف تيشول لتحت الابي كارديام تمام طيب وصلنا لاخر ايه كانت تتيف من المحاضرة حسا في الوضع الطبيعي المسلز اي لايرز بيكون فيه كروث وفيه ريجينريشن صح صح ولكن اللي اختلف عليها هاي المرة ايش انه انا عادة بالسكليت المسلز في عندي ساتليت سيلز وظيفتها تعمل ريجينريشن وتريبير وعندي بالسموث مسلز عندي بيريسايتس هي اللي بتزبط الامور لكن بالهارت ما فيه ريجينريشن ما فيه اشي انه تخسر كارديك مسل وتصير فولي ريجينريشن بعدها لانه لما تخسر كارديك مسل رح ييجي بدالها فايبروسس سكار تيشو تمام فتخيل صير عندك مرة مرتين ثلاثة اربع مرات انت خسرت مسلز رح يصير يزيد الفايبروسس واحنا بنعرف الفايبروسس هو عبارة عن زي حشوة انت بتحطه بدل الاشياء اللي خسرتها بس لا يملك نفس خصائص الكارديك مسل فلهيك اللي بصير معهم جلطة مرتين ثلاثة اربعة بصير الهارت عندهم فيه مشاكل بيبطل يومبو الطبيعي بيقل بيسفوتوا بهارت فيلر فعشان هيك بصير لانه انا لما تموت بصير عندي سلدث ما بتتبدل فها يميز كبير جدا فاللي بكسر لك قلبك لا تعوض هاي الشغلة فلا تطعط قلبك لا يا حدا طيب حكينا برضو عندي ايش اسمه بريكارديال كافيتي هاي بريكارديال كافيتي عبارة عن فلويد فيلد كافيتي لكيد دوين بين البرايتل والفيزرال من برين جواها بريكارديال فلويد طيب هذا الفلويد بريفينت ذا هارت ان ذا لنغ فرم ربينغ اغانست ايش اثر يعني وظيفة هذا الفلويد لما تتحرك المسل والهارت ما يصير شي فيه احتكاك بتقول لي ما هو الفلويد هاد بين التوب و لاير بريكارديام بقول لك اه بس حكيت لك البرايتل زكا انها الطبقة اللي بتحميك من بره والفيزرال بيصيره بالبريكارديال بريكارديال واحد بريكارديايتس بصير بريكارديال اثنين بتجمع دم بعد التراما بصير كارديك تمبونيت طيب بينما الاندوكارديام اذا صار فيه انفلميش شو اسمه اندوكارديايتس زي مين زي ستريبتوكوكا انفكشن حكيناها المديول الماضي تمام والرموتك فيفر والقصص هاي تمام بكم رف اندليتنج تو ثرومبوس فورميشن يعني ميزت الاندوكارديام انه املس الهارت من جوه املس ليش عشان يساعد الدم يتزحل بسرعة عليه اذا صار خشن رح يصير فيه عندي ثرومبوس فورميشن وصير تجلطات تمام فالاندوكارديام مشكلة حكينا هاي الشرعة حكيناها ما عند ستليت سيلز تمام ابسنت وما في كبسة الميتوسيز عندي اشي مميز انه انا اذا زاد الفنكشن القلب ضل ينبط بزيادة يعني الوضع الطبيعي القلب ينبط ويضخ الدم تخيل عندك ضغط فبدأك تنبط بتشكل اقوى هيك يكون النقد بدل ما هو هيك هيك يكون على مادة طويل زي اي عضا اللي بتمرنها شو بصير فيها بتكبر فبصير هايبر تروفي ركز مش هايبر بلايجيا هايبر بلايجيا هون لنفس المسل بتكبر زي كيف لما تمرن عضلاتك تمام بكبر فبصير عندي كارديوميجلي زي بالهايبر تنشن تمام لنسح طيب ثري ليرز من جو لبرا من جو من اسمها من جو اندو كارديوم كونه من اندو ثيليم يعني تحت في طبقة داعم لها اسمها سب اندو كارديوم تمام طيب بعدين بيجي فيها بعدها المي كارديوم بعدين ال بي كارديوم ال إي كارديوم وهي جزء من ال بي كارديوم البريكارديوم يقسم له جزئين وهو البريكارديوم والبرايتل بارت اللي هو الجزء الخارجي منها وما بين البريكارديوم في حكينا من صفات الاندوكارديوم انه فيه واملس عشان يمنع يتكون عندي ثرومبوس والدماش من عنده طيب اذا اجي حدا حكالك حطيتك جوا قلبي وانا فهي اختي ما تسدقي ليش لانه بس سألي سؤال واحد طيب وين حطيتني اذا اجي قال لك جوا فرايحه مع الدم سواء للنغ ولا سواء للبدي تحكالك والله بالاندوكارديوم حكي له الاندوكارديوم طبق سموث ورب العالمين خلقها عشان يتزحلق عنها البلد فبرضو بدك تزحك اذا قال لك لا والله بالميكارديوم وهو المين لاير ولاير كبيرة قل يوله بس هاي وظيفتها الكنتراكشن ووظيفتها الكنتراكشن وبرانشت وفينت سترييتد ومشكلتها مشكلة وفيها نيوكلياس واحدة صح فيها ميتوكندرية كثير ولكن الميتوكندرية كثيرة لدرجة مائلة ووسع بين الميتوكندرية لانها ريتش والميتوكندرية وفيها انتركاليئت Steally يعني بقدر يطلع الواحد ويفوت منها فيعني مش ظابطة فقط وعني و لا رح يرجع يوصل للبركنجي فايبر و تكهرب بده كيانة تكهرب اقول لك استغفر الله العظيم بعدين معيك ياسد ان احطيك بالبركارديم اختاري اي لير بدكي اياها اقول له لا والله والله احطيتني بالبركارديم اي لير الفيزرال او البرائتال اقول لك اعتبريها الفيزرال اقول له الفيزرال هاي مشكلة لانه انت حاطني بثين لير حوالين الهارت مش جوه الهارت نفسه و حواليها فلويد و انا بحاطني بالبركارديم اسهل اي شي اذا صار معك انفكشن بعد والله نزله لواز وصار معه استروبتوكوكال انفكشن تونسيلايتس رح يصير معك بريكاردايتس و رح يصير الانفليميشن يخنقك تمام و اذا قل لك والله لا ما انا احطك بالكافيتي ما بين الفيزرال والبرايتال قل له ما هي فلويد فلد بيقول لك ما هو مينمال هالفلويد مشيها يقول له لا يا عمي ما هذا المينمال الفلويد اللي صار فيه تروما بصير عندك كاردك تمبونيد وبتجمع الدم فيها اذا قل لك يا سيدي بالبرايتال قل له البرايتال شو وظيفته يا اخوي البرايتال وظيفته انه تحميني من اللنج تحمل هارت من اللنج انت بدك تحشرني بين اللنج والهارت كل ما تاخد نفس وكل ما يصير فيه هارت بيت اتخبط علي لا يا عمي انا ما بدي هالشغلة وما تحطني بالهارت تبعك ومسامحتك وخليني بحالي تمام يعطيك العافية جميعا رح يكون فيه ملخص طبعا للمحاضرة على وورد فايل بالتوفيق هاي محاضرة تجربية سواء لطلابنا اللي كانوا اشتركين معنا بالار اس واللي حابين يكملوا او طلاب اجداد حابين يكونوا موجودين معنا بنوعدكم تكون مديول سهل خفيف لطيف نسهلكوا هاي الامور نحفظكوا اياها قدر الامكان ونساعدكم بتنظيم اموركوا اوقاتكم يعني بنسمع عنكم الريكوردات بنبيضي لكم اياها على السلايدات بنعمل تلخيصات ونقسملكوا كيف تعمل تايم مانجمينت وكيف تخلصوا الميديولات حتى للملحوقين منكم بدرسكم طبعا مادة الإبديميو لضايل الاشياء الوحيد ان اجي امتحن عنكم وهذا مش من ضمن الاشتراك فبالتوفيق للجميع